ماذا هي طرق الوقاية من هذا المرضى؟ نتجنب الإمساك، نشرب مياه كثيرا، نقلل التدخين، نأكل خضروات وفكهة وحبوب كلما أمنا ألياف، هذه الألياف نوعين ألياف تضوف في المياه، وهي طبقة لينة تزحل البراز وهناك جزء لا يزوف في الماء، وهذا الجزء يجعل البراز منفوش وكبير في الحجم يسهل من أن العضلات القولون والحركة تزق هذه الكتلة البرازية تخرجها بره هذه الألياف مفيدة جدا بالنسبة للناس الكبار في السن نشجعهم على الاعتماد على الخضروات والفواكه والحبوب الحبوب التي أقصدها مثل القمح، مثل الرضا، والعيش الذي يوجد رضا، ليس الفينو، هذا الفينو يمكن أن يزود الإمساك ترجمة نانسي قنقر